اشتركوا في القناة لكن معرفة الشيطان بما تقول اليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل القصد صحيح لكن الطريق خطأ الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية ما هي محبة الصالحين الوسيلة قال صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبولهم وطال عليهم الامد فعبدوهم من دون الله كيف نحب الصالحين وصف لا افراد ولا التفريد بعض الناس يجلس نائم في الدرس متكئ يلعب في التليفون ولا يدري عن شيء حتى ينتهي الدرس إذا انتهى الدرس قال وانا الشيخ ماذا تريد؟ قال احب الشيخ وريد اقبر رأس الشيخ ذاك محبة الصالحين ليست بالتقديل يعني هذا شيخ الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وأمد في عمري عن طاعته يعني هاي هو جاء الآن ويدرس درس يومي ودرس كتب السنة من أجل أن تقبر رأسه لا تدعوه للغداوة العشاء لا ايش يريد منك؟ تأخذ العلم تتعلم تعمل تدعو تذب عنه تدعو له في ظهر الغير صح هذا المحبة الحقيقية أما المحبة بالقيام وبتقبيل الأيدي والأرجل هذه ليست محبة حقيقية إذا لابد أن نتوسط في محبة الصالح ننظر كيف كان السلام الصالح يصنع لكن لا إفراط على التفريق ليس معنى هذا أن تناديه تقول يا فلان للشيخ لا حتى يقول العلماء رحمهم الله أنه لا يصح أن تقول للشيخ يا شيخ خطأ اش تقول ماذا تقول يا شيخ تعترب له بالفضل صح أم لا أما يا فلان ما يصح إما قلو في التقبيل والتمسك والركوع وإما سب شك الثاني 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 ترجمة نانسي قنقر